جراد ماء متوحش يستنسخ نفسه ذاتيا بسرعات قياسية بدأ بغزو المسطحات المائية عبر العالم بوتيرة مذهلة من طفرة جينية أصابت جراد البحر العادي في مختبر ألماني خرجت هذه الكائنات التي تضع البيضة دون تساوج وجميع أفرادها من الإناث في جامعة كرازنا في خاركف يجري قسم علوم البيئة الحيوانية دراسات عن هذا المخلوق الذي وصل إلى المياه الأوكرانية وبات يشكل خطرا على بقية الأنواع المشابهة أبحث عن الكاركند الرخامي علني أجد بعضه حول هذه الصخور يبحث عالم الأحياء سرهي سيدروفسكي عن الكاركند الرخامي في بحيرة بالقرب من خاركف في المرة السابقة أمسك بعضها هنا بيديه العريتين لكنها هذه المرة غاصت إلى القاع كنت ألتقت أحدها كان قريبا جدا جراد الماء الرخامي على عكس الجراد النهري العادي أكبر حجما وأكثر عدوانيا ولديه مخالب مثل العقرب تقريبا إنها قشريات مختلفة عن شبهاتها من هذا النوع صغيرة ولديها ملاقط حادة وسلوكها مختلف البعض هنا يصطادها ويأكلها أو يبيعها هناك كثير منها يدرس سرهي سيدروفسكي هذه القشريات من عشر سنوات يقول أن طفرة جينية حدثت في مختبر ألماني قبل خمسة وعشرين عاما أنتجت هذا الكائن الغريب ومن وقتها شارعت بالتكاثر الذاتي ولا شيء يوقفها هذه هي صغيرة الجراد الرخامي عمرها شهر تقريبا إذن هي أنثى جميعها إناث وها هي تحمل بيوضا على بطنها تتكاثر هذه الكائنات ذاتيا دون تزاوج جميعها من الإناث تنسخ نفسها بمعدل الضعف كل شهر ظهر هذا النوع لاحقا في 2006 توزع في أوروبا وهو الآن منتشر في كل مياهها تقريبا تكافح هذه الكائنات في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 لقد ملأت المسطحات المائية في أوروبا والوليات المتحدة وجزءا من أفريقيا لا توجد حتى الآن طريقة فعالة لمكافحة انتشار هذه الكائنات التي تتنافس مع قريناتها من القشريات المفيدة وجميع طرق إبادتها خطيرة على جراد البحر العادي والسرطانات المحلية يخشى عالم الأحياء ظهور أنواع جديدة من المسطحات المائية الأوكرانية أكثر عدوانية كمثل جراد البحر الأحمر المستنقعي وجراد البحر المخطط الأنواع التي وصلت بالفعل إلى المياه البولندية ترجمة نانسي قنقر